بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الثامن من دراسة موضوع المهدي المنتظر الأئمة والعلماء الذين نصوا على تواتر أحاديث المهدي يعني أحاديث المهدي ليست متواترة بالمعنى الإصطلاحي لكن هناك من علماء الحديث والعلماء الكبار والأئمة نص على أن حاديث المهدي تكون متواترة تواترا معنويا أو أن تواترها تواترا معنويا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك ربي من المغرورين أما بعد العلماء الذين نصوا على تواتر أحاديث المهدي معروف أن أحاديث المهدي معظمها أحد لكن لكثرتها وتضافرها نص جمع كبير من العلماء على تواتر أحاديث المهدي تواترا معنويا من اللي نصوا على كده؟ تعال نشوف من هم الأئمة والعلماء الذين نصوا على التواتر المعنوي لأحاديث المهدي المنتظر هيا بنا ستجدهم ست علماء أول واحد منهم تأثر به وقال بقوله أحد عشر عالما كبيرا يعني ست علماء أولهم تأثر به وقال بقوله في التواتر المعنوي أحد عشر عالما يعني حوالي سبعتاشر عالم سنسردهم الآن إن شاء الله كلهم قالوا أن أحاديث المهدي المنتظر بلغت حد التواتر المعنوي فمن هم هؤلاء العلماء؟ هيا بنا نراهم ونسمع إلى ما قالوا رقم واحد من هؤلاء العلماء الحافظ أبو الحسن محمد ابن الحسين قال في كتابه مناقب الشافعي ما سنقرأه لكن هذا الرجل تأثر به أحد عشر عالما منهم الإمام الخرطبي ومنهم ابن قيم الجوزية وانظروا ماذا قالوا عن تواتر أحاديث المهدي مثل قوله يبأولهم الحافظ أبو الحسن محمد ابن الحسين يقول وقد تواترت الأخبار واستفادت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر المهدي وأنه من أهل بيته وأنه يأم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه وقد نقل كلامه هذا عدد من الأئمة والعلماء وارتضوه ومنهم من التأثر بهذا الرجل 11 عالم تعال نشوفهم مع بعض ومنهم واحد الإمام القرطبي في كتابه التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة اثنين الإمام أبو الحجاج المزي في كتابه تهذيب الكمال ثلاثة الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه المنار المنيف أربعة الحافظ ابن حجر العسقلاني طبعا في فتح الباري بشرح صحيح البخاري وفي تهذيب التهذيب أيضا خمسة السخاوي في كتابه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ستة السيوطي في آخر كتابه العرف الوردي في أخبار المهدي سبعة ابن حجر الهيثمي المكي في كتابه الصواعق المحرقة وأيضا في كتابه القول المختصر في علامات المهدي المنتظر إلا أنه لم يصرح هنا باسمه بل قال قال بعض الأئمة يعني ابن حجر الهيثمي لم يصرح باسم أبو الحسن اللي هو تأثر به لكنه قال بعض الأئمة تمانية الملّى علي القارئ في كتابه رسالة المهدي من آل الرسول تسعة مرعي ابن يوسف الحنبلي في كتابه فوائد الفكر في ظهور المهدي المنتظر وقد ذكره صديق حسن خان في الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة عاشرا محمد البرزنجي في كتابه الإشاعة في أشراط الساعة حادي عشر الزرقاني في شرح المواهب البرزنجي المتوفى سنة 1103 فقد قال في كتابه الإشاعة في أشراط الساعة في الباب الثالث الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها لا تكاد تنحصر يعني كثير جدا وقال أيضا قد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان وأنه من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن ولد فاطمة بلغت يعني أحاديث المهدي بلغت حد التواتر المعنوي فلا معنى لإنكارها وقال أيضا وغاية ما ثبت بالأخبار الصحيحة الكثيرة الشهيرة التي بلغت حد التواتر المعنوي وجود الآيات العظام التي منها بل أولها خروج المهدي وأنه يأتي في آخر الزمان من ولد فاطمة يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما ثلاثة ومن العلماء الذين نصوا على تواتر أحاديث المهدي الشيخ محمد السفاريني فقد قال في كتابه لوائح الأنوار البهية يقول والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى وأنه يخرج قبل نجول عيسى عليه السلام وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم وقد روية عن من ذكر من الصحابة وغير من ذكر عنهم رضي الله عنهم بروايات متعددة وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة أربعة ومن بينهم القاضي محمد بن علي الشوكاني وهنا نقف لأن هذا أهم شيء في كل ما ذكر أهم شيء كلام القاضي محمد بن علي الشوكاني الإمام الشوكاني عليه رحمة الله أربعة ومن بينهم القاضي محمد بن علي الشوكاني فقد قال في كتابه التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح قال والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف والمنجبر وهي متواترة بلا شك ولا شبهة بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها في جميع الإصطلاحات المحررة في الأصول يبى الإمام الشوكاني قال إن في خمسين حديث من الأحاديث منها الصحيح والحسن والضعيف والمنجبر كأنها متواترة متواترة بلا شبهة ولا ريب وقال أيضا فتقرر أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر ولاحظ هنا أن الإمام الشوكاني جرى على لسان كلمة المنتظر أيضا يعني دي أصبحت من الغالب على اللسان مش اعتقاد الانتظار لا ده أصبحت اسم للمهدي عالم عليه من الغالب على لسان الذين يمتقونها باسم المهدي يعقبونها بكلمة المنتظر كاسم الغالب على الاسم ذلك لكن معتقد الانتظار لا وقال أيضا يعني الإمام الشوكاني فتقرر أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة والأحاديث الواردة في الدجال متواترة والأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم متواترة خمسة من هؤلاء العلماء الذين نصوا على التواتر المعنوي لأحاديث المهدي المنتظر خمسة ومنهم صديق حسن خان فقال في كتابه الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة قال والأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف رواياتها كثيرة جدا تبلغ حد التواتر المعنوي وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام ومن المعاجم والمسانيد وقال أيضا لا شك في أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين لشهر وعام لما تواتر من الأخبار في الباب واتفق عليه جمهور الأمة سلفا عن خلف إلا من لا يعتدوا بخلافه لاحظ هنا أنه بيقول إيه من غير تعيين لشهر ولا عام يعني هيطلع في آخر الزمان لكن تعيين له شهر تعيين له عام زي حبايبنا مع أم شغالين كل شهر بيذكروا هيطلع الشهر ده كل سنة بيقولوا هيطلع السنة دي كل رمضان بيقولوا هيطلع رمضان ده كل حج بيقولوا هيخرج في موسم الحج هذا العام كل رجب يقولون رجب المرجب هيخرج في رجب وأحداث رجب والعجب في رجب إذن الناس دي عملين يعيينه شهر وعام هو بيقول أو اسمع بيقول إيه لا شك في أن المهدي يخرج في آخر الزمان اسمع من غير تعيين لشهر ولا عام لتعين له شهر ولا عام ما تحددش أنت شهر ولا تحدد عام لا توقت شهر ولا توقت عام وقال أيضا في معرض رده على ابن خلدون فلا معنى للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود المنتظر المدلول عليه بالأدلة بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيدة المشهورة البالغة حد التواتر طبعا التواتر المعنوي ستة ومنهم الشيخ محمد بن جعفر الكتاني وهو محدث مكثر من التصنيف له مصنفات كثيرة فقد قال في كتابه النظم المتناثر من الحديث المتواتر يقول والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة وكذا الواردة في الدجال وفي نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إلى هنا نتوقف لنكمل في الجزء التاسع إن شاء الله الأئمة والعلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي يعني إحنا ذكرنا في هذه الحلقة في الجزء الثامن الأئمة والعلماء الذين نصوا على التواتر المعنوي لأحاديث المهدي كل العلماء اللي تحدثوا بأن أحاديث المهدي فيها تواتر معنوي ذكرناهم في هذا الجزء الثامن الذي انتهينا منه للتو الجزء التاسع إن شاء الله سنتحدث عن الأئمة والعلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يرزقنا الفهم والعلم وأن يجعلنا على الطريق الصحيح خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن البدع والخزعبلات والإضافة إلى الدين ما ليس منه والرؤى والأحلام وهذه الأشياء التي لا يبنى عليها عمل ولا يحتج بها في أصل الدين ولكن نثير خلف العلم الحقيقي الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناوله عنه العلماء الكبار من أهل التحقيق والعلم والرسوخ نسأل الله أن يجمعنا بهم وبسيدنا رسول الله في الآخرة اللهم آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته